أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان شرح قداسته لجموع الحاضرين كيف أن التطويبات تثير الأفعال والمواقف التي تميز الحياة المسيحية وتظهر كيف ومتى يزورنا الله بنعمته وفرحه موضحا قداسته على لسان مترجمه الخاص أن التطويبات هي خريطة حياة لا تتطلبوا أعمالا خارقة وإنما أن نتشبه بيسوع في الحياة اليومية وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبلوا قداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نبدأ اليوم سلسلة تعليم جديدة حول التطويبات في إنجيل القديس متة نص يفتتح عذة الجبل وقد أنار حياة المؤمنين وكذلك حياة العديد من غير المؤمنين سنضع الآن بشكل عام إطارا لكلمات يسوع هذه وفي التعليم المقبلة سنشرح كل تطويب بمفرده يتكون كل تطويب من ثلاثة أجزاء أولا هناك على الدوام كلمة طوبة من ثم تأتي الحالة التي يعيشها من يحق له الطوبة فقر الروح، الحزن، الجوع، العطش إلى البر وهكذا ودوا ليك وفي الختام سبب التطويبات الذي تصبقه عبارة فإن لنتنبه إلى هذا الأمر سبب التطويب ليس الوضع الحالي وإنما الحالة الجديدة التي ينالها الذين تحق لهم الطوبة كعطية من الله فإن لهم ملكوت السماوات فإنهم يعزون فإنهم يرثون الأرض أما في العنصر الثالث الذي هو سبب الطوبة يستعمل يسوع غالباً صيغة المجهول في المستقبل يعزون يرثون الأرض يشبعون يرحمون هذا ما يمكننا أن ندعوه بالمجهول الإلهي لأن الله في الواقع هو الذي سيقوم بهذه الأمور هو سيفعل هذا كله المبادرة هي مبادرته على الدوام ولكن ماذا تعني كلمة طوبة؟ إن الكلمة اليونانية الأصل مكاريوس لا تشير إلى شخص يتمتع بالرخاء ويعيش حياة هنيئة وإنما إلى شخص يعيش في حالة نعمة ويتقدم في نعمة الله وهذا أمر مهم لأن التطويبات تنير الأفعال والمواقف التي تميز الحياة المسيحية وتظهر كيف ومتى يزورنا الله بنعمته وفرحه أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن الله ولكي يعطينا ذاته يختار غالباً دروباً لا تخطر على البال وربما أيضاً دروب محدودياتنا ودموعنا وفشلنا هذا هو الفرح الفصحي ذلك الفرح الذي يحملو آثار المسامير بإمثار جسو في حالة نعمة سيوري بيناديكا أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن عيش التطويبات لا يتطلب أعمالاً باهرة لننظر إلى يسوع لم يترك شيئاً مكتوباً ولم يبني شيئاً مهيباً وعندما قال لنا كيف ينبغي أن نعيش لم يطلب مننا أن نقوم بأعمال كبيرة أو بأفعال فائقة الطبيعة بل طلب مننا أن نحقق تحفة فنية واحدة وهي حياتنا فالتطويبات إذن هي خريطة حياة لا تتطلب أعمالاً خارقة وإنما أن نتشبه بيسوع في الحياة اليومية ليبارككم الرب